من جديد إلى الحمدانية ومعنا مراسل حدث سامر الكبيسي سامر أهلا بك إذن أنت الآن داخل القاعة المحترقة لربما أتأكد منك أكثر فرق الدفاع المدني هل ما تزال تعمل لمحاولة إيجاد أشخاص عالقين جثث تحت الأنقاض أم انتهى تمشيط القاعة نعم روناك بحسب ما نلتقينا بهم من مديرية الدفاع المدني أكدوا أن لا جثث في هذه القاعة جميع الجثث تم انتشالها وكذلك المصابين ما موجود الآن هو للاحتياط فرق من الدفاع المدني ربما عربتين أو ثلاث تابعة لدفاع المدني ما زالت موجودة هنا في مكان الحادث روناك أيضا محافظ نينوى نجم أجبوري أكد بأن الحداد سيستمر لثلاثة أيام هنا في محافظة نينوى على ما حدث هنا في منطقة الحمدانية بحسب ما نلتقينا بهم روناك يتحدثون عن أن الشرارة الأولى التي كانت السبب في الحريق بدأت من هنا من هذه المنطقة حيث منصة للألعاب النارية كانت موجودة هنا من خلال هذه المنصة اشتعل السقف بعد شرارة من الألعاب النارية ليأتي الحريق على ما موجود هنا في القاعة ربما أحد الأسباب التي أدت إلى سرعة الحريق هي المواد التي تم بناء هذه القاعة من خلالها وهي ألواح مضغوطة تكون مادة الفلين في وسط هذه الألواح وما يطلق عليه هنا في العراق محليا بالسندويش بنل وهي مواد منعت مديرية الدفاع المدني بناء أو تشييد القاعات وكذلك المنازل والمخازن بها لكن على ما يبدو هناك إهمال لإجراءات السلامة كما ذكرت وزارة الداخلية العراقية روناك فقط للتأكيد هذه القاعة تحتوي على بوابة رئيسية وهي البوابة التي تظهر الآن في الصورة بالإضافة إلى بوابتين صغيرتين للدخول للقاعة لكن ربما إهمال إجراءات السلامة وكذلك البوابات لا يوجد أي بوابة للطوارئ البوابات الموجودة هنا هي فقط للدخول والخروج وبالتالي هذه المنطقة التي حدث فيها الحريق أتت على ما موجود في القاعة وكذلك انهيار جزء من المبنى وانهيار أيضا سقف المبنى حالة من الحزن هنا في قباء الحمدانية ما يزال ذو الضحايا يصلون تباعا ومن ثم يذهبون إلى المستشفيات المختلفة مستشفى الحمدانية ومستشفى نينوى وكذلك حتى المستشفيات الموجودة في أربيل بالتالي هناك حالة من الارتباك أيضا والإرباك لدى وزارة الصحة العراقية لأن الأعداد الرسمية غير واضحة حتى الساعة بسبب انتشار الضحايا على مختلف المستشفيات إن كان في الحمدانية أو حتى في محافظة نينوى إلى المركز وكذلك في محافظة أربيل طيب سامر أود أن أسألك بحسب شاهد عيان قبل قليل ظهر معنا من أمام مستشفى في أربيل كان هو من الناجين من هذه الحادثة ذكر أن عمر هذا المبنى بين ثلاث إلى أربع سنوات بحسب ما قال الناس في هذه المنطقة والناجون ومن تحدثت معهم هل كانوا يشكون بأن المواد المستخدمة في بناء هذه القاعة هي مخالفة لمعايير السلامة بالنظر على الأقل بالعين المجرد وهم دخلوها عدة مرات باستخدام ألوح بلاستيكية أم لم ينتبه لهذه الجزئية روناك فيما يخص إجراءات السلامة الكثير نعم روناك الكثير من المباني المشيدة في العراق لا تخضع لمعايير السلامة أيضا معدات الأطفاء لم تكن موجودة هنا أو كانت توجد بشكل شحيح جدا لم تسعف حتى من كان موجود داخل القاعة لإخماد هذا الحريق الذي نشب في هذه القاعة بالتالي جزء من هذه القاعة هو مبني بالبناء الاعتيادي والبناء التقليدي الموجود هنا في هذه المنطقة لكن أيضا الألواح المضغوطة الموجودة والتي تغطي جميع أركان هذه القاعة تسببت بحريق كبير جدا أتى على هذه البناية وانهار جزء من كما تشاهدين روناك انهار جزء من هذه البناية الجزء ربما الأيمن من القاعة قد انهار تماما بسبب الحريق الذي أتى على هذه القاعة لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر